السلام عليكم ورحمة الله كان بعض المسلمين يشاورون اليهود في أمورهم لما كان بينهم من علاقات قرابة وصداقة ونسب وجوار وأخوة في الرضاعة وكان بعض المؤمنين يغترون بظاهر المنافقين فيفشون إليهم الأسرار فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا وعدوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا بطانة من دونكم قل معنى الشائع للبطانة هو داخل الثوب قال الله تعالى واصفا لنا صفة فرش أهل الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق اوعدنا يا رب إذا كان بطائن تلك الفرش من أحسن وأفخم أنواع الحرير فما بالكم بالظواهر وهناك معنى آخر للبطانة وهو الثوب الداخلي الذي يكون تحت ثوب آخر ويسمى الشعار وما فوقه يسمى الدثار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار وبكده نقدر نفهم معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء وأصفياء وأصدقاء مقربين من دون المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وتأخذون منهم المشورة ولكن لماذا يا رب لا نتخذ بطانة من دون المؤمنين لا يألونكم خبالا فهؤلاء لا يفطرون عن إفساد حالكم ولا يقصرون في الإضرار بكم ومساعدة الأعداء عليكم ودوا ما عندتم فهم يفرحون بما يصيبكم من ضرر ومكروه ولا يودون للمسلمين الخير والأمن والأمان قد بدت البغضاء من أفواههم ومهما حاولوا من تصنع الود فلابد أن تظهر شدة البغض في كلامهم من فلتات ألسنتهم وما تخفي صدورهم المريضة من الحقد والعداوة لكم أكبر وأعظم وكأن ما نطقوا به إنما هو بمثابة الرشح الذي يظهر لنا وما تخفي أجسادهم وقلوبهم أكبر من ذلك بكثير قد بينا لكم الآيات والعلامات الواضحات والبراهين والحجج التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية لتتعذوا وتحذروا إن كنتم تعقلون وإن كنتم من أهل العقل والفهم فتفركون بين الصديق والعدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ومن أمثلنا العربية المشهورة الصاحب ساحب وذات يوم قيل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنها هنا غلاما من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا أخذ بطانة من دون المؤمنين ولكن لا يخلو الأمر أحيانا من المخالطة فماذا نفعل؟ يجب أن تكون المخالطة في الظاهر فقط وأن لا نطلعهم من البواطن على شيء ولو تملكوا ولو أقسموا أنهم لنا من الأولياء ولكن الأحوال قد انقلبت ومع الأسف الشديد اتخذ بعض الأولياء والأمراء والمسلمون بطانة من دون المؤمنين فاللهم ردنا إليك ردا جميلا جزاكم الله خيرا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وعدوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ترجمة نانسي قنقر